مع سلسلة جديدة من ضمن السلاسل اللي احنا بنزلها على القناة بتاعتنا بس السلسلة دي جديدة خالص من نوعها السلسلة دي مش هنتكلم فيها خالص عن التداول لا لين شارد ولا بار شارد ولا شموع يابانية ولا غيره ان شاء الله حتلاقي الطريق بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله تحياتي للجميع ورحب بكم في اللقاء الثاني معكم على قناة STC سالموني تريدينج شانيل هنكمل الموضوع اللي اتكلمنا فيه الحلقة اللي فاتت واللي ما كانش معانا كان فيه قصة كده قلناها وقلت ان القصة دي محتاجة بحث عشان نعرف مدى صحتها ومدى مصداقيتها بطل قصتنا كان واحد اسمه عبد الرحمن وده كان تاجر ميسور الحال واي حد كان بيطلب منه فلوس على سبيل السلف كان بيديله على طول مباشرة بدون فوائد ربوية وبدون اي شروط او قيود ده مش كده وبس كان لما بيجي موعد سداد الدين اللي على الناس كان بيوصي غلمانه يعني السكرتاريا بتاعته والمحصلين اللي بيروحوا يجمعوا الفلوس كان بيوصيهم وصية مهمة جدا كان بيقول لهم انظروا الى حال المدين يعني بصوا شوفوا احواله ايه لو كان موسر يعني ظروفه كويسة ويقدر يدفع ويحب يأجل يحب يأجل معادي الدفع مفيش اي مشكلة ولو هو معسر يعني ظروفه صعبة ومكابلة وما يقدرش يدفع شيلوا عنه جزء من الدين او تجاوزوا عنه كله لعل الله ان يتجاوز عنه يوم القيامة وفعلا تجاوز الله عنه يوم القيامة وادخله الجنة بسبب الخير ده اللي كان بيعمله طيب لو كان حد متابعني من الحلقة اللي فاتت هيقول لي انت قلتان يا مستر ان القصة دي مش دخل دماغك وانك مش مقتنع بيها فعلا انا لما بحثت عن مدى دقة وصحة هذه القصة لقيت نفس المعنى ده مذكور في بعض احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بس عن راجل من الامم السابقة وليس من امة الاسلام طيب تعالوا كده نشوف اصل القصة دي في السنة النبوية المشرفة اولا في صحيح البخاري وده اصح كتاب في الكون بعد القرآن الكريم عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان رجلا كان في من كان قبلكم اتاه الملك يعني ملك الموت ليقبض روحه فقيل له هل عملت خيرا يعني الملائكة سألوه هل عملت خيرا قال ما اعلم طبعا هو في موقف مش قادر يفتكر قيل له اي قالت له الملائكة انظر بص يشوف كده انك تلاقي حاجة فقال ما اعلم شيئا غير اني كنت ابايع الناس يعني اقرضهم بسلفهم فانظر الموسر واتجاوز عن المعسر واثناء البحث لقيت كمان حديث تاني برضو في صحيح البخاري ومسلم يعني حديث متفق عليه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان تاجر يدائم الناس فاذا رأى معسرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله ان يتجاوز عننا فتجاوز الله عنه دي رواية الامام البخاري وفي رواية صحيح مسلم فلقي الله فتجاوز عنه اما الحديث التالت اللي لقيته بعد البحث والاطلاع عن ابن مسعود البدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء الا انه كان يخالط الناس وكان موسرا وكان يأمر غلمانه ان يتجاوزوا عن المعسر قال الله عز وجل نحن حق بذلك منه تجاوزوا عنه رواه الامام مسلم طيب كده ممكن حد يرد عليه يقول لي الموضوع هو يا مستر طلع له اصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم طيب انت كده اقتنعت ولا لسه مواطرد اقوله بصراحة انا كده عرفت جزاء عمل الخير واللي بيقرد الناس بدون فوائد ربوية ويصبر عليهم بيكون جزاء ايه طبعا جزاء عظيم وكبير بس انا كان واجه اعتراضي على راوي القصة لانه اقحم اسم واحد مسلم عبد الرحمن في القصة والرسول اخبرنا انه كان في الامم السابقة ولم يكن رجل من اهل الاسلام طب ليه انا معترض على انه غير مسلم لانه موضوع الديون في الاسلام ربنا سبحانه وتعالى اهتم به اهتماما كبيرا وانزل اطول اية في القرآن في اطول صورة في القرآن وهي اية الدين رقم 282 في صورة البقرة طيب ايه بقى احكام الدين في الاسلام هو ده موضوع الحلقة الثالثة الحلقة التالية الى ان القاكم لكم خالص تحياتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحشنا يا رسول الله يا سيدنا شوقنا زد والله ومهما طوّل الغياب محمد واشتائلك والله محمد قلبي عليك صلى الله ربّت عينا يا شوقا ولصيدة ترفت عشقا فأتيت الى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا